اشتركوا في القناة بالنفع على الكفاءة الوطنية من حيث تنمية قدراتها وامكانياتها المعرفية وأوضح معليه أن مواكبة تلك المنهجيات لأحدث الاتجاهات المتابعة لأفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة العامة يمكن القطاعين العام والخاص من العمل وفق منظور مؤسسي واحد يرتكز على رفع كفاءة المخرجات وتعزيز جودة الانتاجية عبر ربط التدريب والتطور العملي بالتدرج الوظيفي وتنمية الفكر القيادي وصولا إلى ارتقاء بالاقتصاد الوطني تحقيقا للتطلعات الوطنية والتنموية المنشودة جاء ذلك لدى ترأس معليها الاجتماع الثاني لمجلس إدارة معهد الإدارة العامة بمقر المعهد في خليج البحرين وذلك بحضور أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين أعضاء مجلس الإدارة وفي مستهل الاجتماع هنأ معلي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعضاء المجلس سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بمناسبة صدور الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لجهاز الخدمة المدنية مرحبين في الوقت نفسه من ضمامه إلى مجلس إدارة المعهد كما أثنى معليه والعضاء على الجهود التي بذلها السيد أحمد زايد الزايد في تطوير قطاع الخدمة المدنية خلال فترة توليه رئاسة جهاز الخدمة المدنية وشغله عضوية مجلس إدارة المعهد واستنادا إلى منص عليه مرسوم إنشاء وتنظيم معهد الإدارة العامة وتعديلاته فقد جرى خلال الاجتماع انتخاب سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء نائبا لرئيس مجلس إدارة المعهد بعدها طلع مجلس الإدارة ووافق على الخطة السنوية للمعهد العام المقبل 2024 والتي تتضمن إعادة تصميم منهجية البرامج القيادية لتشكل سلسلة مترابطة ترعي التدرج الوظيفي وتصب في تنمية الفكر القيادي من خلال طرح البرنامج الوطني لتطوير القيادة الحكومية في حلة جديدة ومطورة تواكب المتغيرات في مجال العلوم الإدارية بما يضمن استمرارية عملية التدريب والتطوير لتأهيل الموظفين في مختلف المستويات بالإضافة إلى إدراج شهادات احترافية معتمدة دوليا ترتقي لمستوى التطلعات وذلك في ضوء العرض الذي قدمته حول هذا الشان سعادة الدكتورة شيخ رانا بن تعيسى بن دعيج آل خليفة مدير عام المعهد وعضو مجلس الإدارة كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التدريبية السنوية للمعهد في إطار التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية حول الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وطلع المجلس كذلك على آخر مستجدات تعاون المعهد مع وزارة العمل وصندوق العمل تمكين في برنامج خبرات الرامي إلى بناء قدرات الشباب الباحثين عن عمل وتمكينهم من الحصول على فرصة للتعلم واكتساب الخبرات في مؤسسات القطاع الخاص وعلى صعيد متصل تفقد معالي الشيخ خالد بن عبد الله يرافقه أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولون أعضاء المجلس سير العمل ميدانيا في البرامج القيادية التي ينظمها المعهد للمتدربين من القطاعين العام والخاص ولدى لقائه عددا من المتدربين أكد معالي أن ما يشهده معهد الإدارة العامة من دعم وثقة مؤسسية بمخرجاته قد ساهم في توسيع مسارات العمل لتشمل منتسبي القطاعين العام والخاص من داخل وخارج المملكة وألفت معالي إلى أن زيارة المعهد لشركائه الاستراتيجيين مع مؤسسات القطاع الخاص تسير في خط موازن لأهداف الحكومة وتوجهاتها الواردة في برنامجها للأعوام 2023-2026 وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التنمية الإدارية في المملكة ودعم الخطط والبرامج التنموية اجتماعيا واقتصاديا راجيا معاليه للمتدربين التوفيق والنجاح ومنوها في الوقت نفسه بجهود الإدارة التنفيذية وجميع منتسبي المعهد على ما يطلعون به من دور مقدر لتكريس مفهوم الإدارة العامة في المجتمع وتطبيق مبادئها في مختلف الجوانب المهنية من جانبهم أعرب المتدربون في معهد الإدارة العامة عن شكرهم والتقديرهم لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما تفضل به من تجيع وتحفيز لهم في لفتة تعكس ما توليه الحكومة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بالعنصر البشري والكوادر الوطنية ليكونوا جزءا فاعلا ومؤثرا بشكل إيجابي فيما تشهده المملكة من نماء وتقدم مؤكدين على في الوقت ذاته استفادتهم من البرامج التي يقدمها المعهد وتسهم بصورة مباشرة في تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يتناسب واحتياجاتهم الذاتية والوظيفية ترجمة نانسي قنقر